في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناوئة للإسلام والمسلمين وأمره التنفيذي بحضر دخول سبع دول مسلمة كشفت أنه يوجد في البيت الأبيض فريق يشتهر بكراهيته المعلنة للإسلام هذا الفريق بحسب الصحيفة يضم كل من المحرر السابق بالأمن القومي سباستيان جوركا وكبير المستشارين ستيف بانون ورئيس مفوضي البيت الأبيض ستيفان ميلر الذين صنفوا الإسلام على أنه العدو الفكري وتوقعوا صداما تاريخيا للحضارة في السياق ذاته ناقض التقرير الاستخباراتي الذي أصطرته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تأكيد البيت الأبيض بأن المهاجرين من سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة يشكلون خطرا بارتكاب عمليات إرهابية وينبغي حظر دخولهم للولايات المتحدة من جانبهم انتقد بعض المسؤولين سياسات الإدارة في حين اتهم الرئيس ترامب وكبار موظفيه مسؤولين في الاستخبارات بتسريب المعلومات لتقويض إدارته وشريته الانتخابية حسب ما جاء في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بدوره بدأ هيربرت ماكماستر مستشار الأمن القومي الذي عين الأسبوع الماضي في منصبه معركته باكرا مع الرئيس دونالد ترامب وإدارته التي يقال إنها تضم الكثير ممن يتخذون موقفا معاديا من الإسلام ويرون أنهم في حرب معه فهو في أول اجتماع لمجلس الأمن القومي يحضره الخميس قال صراحة لترامب إن استخدام مصطلح الإرهاب الإسلامي غير مفيد وكان الجنرال ماكماستر من أبرز منقاد قوات الولايات المتحدة في العراق فهو يفهم ثقافة المسلمين جيدا ويرفض ربط الإسلام بالإرهاب وقال في كلمة ألقاها في قاعدة عسكرية قرب واشنطن قبل فترة إن المنظمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة تستخدم تفسيرات خاطئة للإسلام بغرض استغلاله لتحقيق أهدافها